مين الليدار ذاك اليوم بالضبط بالضبط كان موعد الطائران الطائرة الأولى الطير واللآني بيها ومع الكابتن مدربي العزيز علي الموجود الآن في الولايات المتحدة الأمريكية الكابتن خيس أحمد عبدالجليل السعدي أقلعنا من بطار المثنى في الساعة الرابعة الرابعة عصرا رابعة عصرا طبعا باتجاه سيطرة الشعب وإلى منطقة محافظة هذا يوم أربعة أيلول ساعة أربعة العصر أربعة أيلول أربعة العصر كنا على ارتفاع بحدود ثلاثة آلاف قدم يعني ألف متر فوق منطقة الشعب سيطرة الشعب يعني طريق الخاص أنا أنا الذي كنت أخوض الطائرة أنا أنا يعني المدرب عايف القيادة علي ففجأة فجأة الكابتن خيس قال كوماند وثمي يعني يعني جدا معتيادي يعني إن شاء الله تسعين مئة واثمانين درجة باتجاه الخلف ورأيت بأم عينية وكذلك كابتن خيس طبعا أربعة طائرات مقاتلة عراقية ميكي 21 كانت قد أقلعت من اتجاه خائط الرشيد الجوية وباتجاه ما ما نعرف شو القضية يعني وأعز لنا أو أمرنا بالعودة إلى بطال المثنى والهبوط أصرا أو ليلا أنا بالنسبة لي في الدوام المسائي في وزارة الدفاع علمنا أن أول اختراق جوي بمقاتلة حربية استطلاعية إيرانية من طراز F5 Tiger اخترقت الأجواء طائرة واحدة طائرة واحدة عادة ما تكون يعني طائرات الاستطلاع سريعة في تنفيذ المهام يعني دقائق في الأجواء تصوروا وترجع يعني لا دعية إلى تشكيل من ثلاث أربع طائرات وهكذا وأسقطت الطائرة وأسقطت يعني تم أسقاطها نعم والطيار قدف وظل أسيرا بالمناسبة إلى نهاية الحرب الإيرانية وربما حتى إلى التشعيل في هذا العراق احتفظ به على أساس أنه كمؤشر أو دليل على أنه إيران هي من بدأت الحرب نعم وتكررت يعني تكررت الاختراقات من جهة والقصفات الأرضية ما بين المراكز الحدودية والتحشدات الإيرانية والتحشدات العراقية في الأرض العراقية وهكذا كانت الأمور في تطعيد مستمر ومرعب يعني أي عاقل ويرى ما وراء الأفق بعض الشيء يدري جيدا أن الحرب ستنذلع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر